موضوع 2022 1992 إلى اليوم هناك نتائج مستمرة ونتائج جديدة ومن الأمور الجديدة وهي جديدة عليك يا عماد مشيك هذه الآية هذه الآية ونحن كنا مدخرين هذه الآية وغيرها لرمضان وإن شاء الله في رمضان لما بتوقف درس التفسير نعطي مزيد من المسائل العدد إذن احتمال وبعض الناس قد يلوم ويقول لماذا تقول احتمال الزوال الإسرائيل لا هو من أول يوم الكتاب اللي أخرجناه 1993 العنوان نفسه كان يضع احتمال ثم في داخل الكتاب أقول لا أقول إنها نبوءة ولا أقول إنها ستحصل ولكن هي ملاحظات عجيبة كما سنلاحظ الآن أيضا وسبق تحدثنا ساعات طويلة مجموع هذا هو يجعلنا نقول باحتمال راجح أن تزول إسرائيل 2022 وعشرين ميلادي مع إنه هو يعني الآن يعني ثلاث سنوات باقي تقريبا ثلاث سنوات ممكن بعض الناس يقول طيب ما في أي مؤشرات هذا مش موضوعنا الآن لأننا نتكلم إحنا في نبوءة قرآنية ليست مئة بالمئة لأنه ليست لفظ أو عفل كلام واضح وإنما هو ملاحظات عددية وإنما هو ملاحظات عددية إذن جمّل هذه الآية وقبل ما نتحدث في جمّل هذه الآية جيد أنه نشير إلى وجود محاضرة أو درس في اليوتيوب تحت عنوان الميزان 456 بحوث العدد القرآني تقريبا سعتين إلى ربع منبين في كيف تم استكشاف العدد الميزان اللي هو 456 456 هذا عدد سمنا العدد الميزان كما قلنا يتم تبيين كيف تم استكشافه في سعتين إلى ربع موجودات في اليوتيوب ولكن الناس اللي عندهم متابعة سابقة يجدوا أنه كل محاضرة أو كل درس في العدد القرآني لابد أن يكون هناك العدد 456